في سابقة من نوعها قوات من مكافحة الارهاب تعتقل 14 مسلحا من كتائب حزب الله في منطقة الدورة ببغداد بتهمة الإخلال بالأمن الداخلي وتنفيذ عمليات ضد أهداف حكومية في المنطقة الخضراء في المقابل أظهرت مقاطع فيديوية خروج عدد من السيارات المسلحة تتجول في مناطق قريبة من المنطقة الخضراء رافعين شعارات مؤيدة لفصائل مسلحة في رسالة تهديد على ما يبدو للقوات الأمنية والكاظمي على السواء وبعد أكثر من 14 ساعة على عملية الاعتقال أصدرت العمليات المشتركة بيانا أكدت فيه اعتقال عناصر من فصيل مسلح بناء على مذكرات قضائية لتورطهم بعمليات قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي محذرة من أنها ستواجه أي تصرفات مخالفة للقانون عملية الاعتقال هذه تأتي بعد بضع ساعات من حديث لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مواجهة قال عنها أنها تستهدف من يهدد بهدم الدولة العراقية موسيقى موسيقى موسيقى